انتفع بنع تله بشك ناسب في حياتك كانش شون هو الله الناصري الذي انشاؤه خصيصا ليكونب ثابت الخلاص لإسرائيل نقطة كانش شون هو الله الناصري الذي انشاؤه خصيصا ليكونب ثابت الخلاص لإسرائيل و عذلك فقد فشل اللاهول يستطع ان ينقذ شعبه نال فلسطينيين الظال ين فقدش شون تركيزه كزعي اسرائيلي لا يقود عركة وطنية واحدة ضد الفلسطينيين لكنه خاض بعض الحربال جزءة ضده في الوقت نفسه غازلش شونوا النساء الفلسطينيات ورفض الزواج نأي شخص نوطنه بقي شغفه واها ألف عالنساء الفلسطينيات وكان يهان الفلسطينيين فقط عند ألف يتلاعبون بحياته العاطفي للأسف عرف ألقاد الفلسطينيون إه ألف س سون الخاص بالنساء حضورات وكان س ين على استغلال ضعفه وظفوا نساء لوضع ألف خاخلش شون للقبض عليه وتنصيبه للتنفيذ استأبر الفلسطينيون زوجش شون دليلت التي كانت أيضا فلسطيني للبحث عن سر قوش شون شون ذكرت الكتابة أل قدس كانت تضايقه كلا ها كل يو وتضغط عليه حتى تنفج الروحه حتى أل وات سفر قضى الرابع وست عشر دقيق في نهاية أل طاف وقعسا سون في الحيل وقن بتفصيل سر قوته قالش شون لدليل تأت أي شفر حلاق على رأسي لأنني كانت نزيرا لله نرح يا أون إذا كانت حليقا فستتركني قوتي وسأصبح ضعيفا وأكون ثل أي رجل آخر سفر قضى الرابع وسبع عشر دقيق انذ أن كشفش شون سره يتردد الأعداء في حلقه القوى القبض عليه واغ ضوى عينيه والباقي تاريخ توفيش شون في نهاية أل طاف في عسكر أعدائه نقطة درس يجب أن يحرص أبناء الله على عد استغلال نع تلاه في حياته نقطة النع لله أن يجهزنا بالنع لكن نواجبنا أن نحافظ على النع تؤال نوحة يجب علينا التأكد نستخدأ نع طلاه بشك ناسب وتوجيهها في آل وضاط التي جد الله هناك عواقب تابع الاستخداء غير آل لا لنع طلاهوة واهبه لذلك يجب علاج يعي خدا الله أن يكون حذرين لإرضاء الله في لجانه نقطة دعاء عزيزي الله أرجوك لا تدعني أسيئة إلى نع تك في حياتي ساعدني على الخوف واتبع بعنايك يعي تعلي أتكى حتى كن نال ازدهار في الحياة والخد تاء مربوطة أصلي أيضا أن تحبط خطاتك يعي الأعداء التي تهدف إلى تخريب نع تك في حياتي دع أعدائي يفشلون دعني أخذ كجيدا ودعني استل كافآتك الجيدة في هذه الحياة وفيلس آؤ أيضا باسا ياسعال سيح أتقد بطلباتي ألف مد ين